السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشرت خلال الساعة الأخيرة أخبار تفيد وفاة الفنانة المغربية إيمان تسونامي بعد تعرضها للتسامم الدحاد قبل أسابيع وتدهور حالته الصحية داخل قسم الإنعاش وأكد مدير أعمال تسونامي في اتصال هاتفي مع موقع 24 عدم صحة الخبر وأنه مجرد إشاعة تم نشرها بسرعة عبر مختلف أركان مواقع التواصل الاجتماعي مشهيرا لتدهور حالته الصحية مساء أمس الجمعة وتدعرضها لأزمة قلبية حادة لإستداءة استخدام أجهزة التنفس الإصطناعي وأفد المصدر أن الفنانة في حاجة إذا دعوات المغاربة لتجاوز هذه المحنة الصحية والبقاء على قيد الحياة خصوصا وأن حالتها لا تبشر بالخير وفي تدور يوما بعد الآخر يشار إلى أن إيمان تسونامي ترقض منذ أسابيع في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضها قبل أسابيع يتسموا من حاد جاء نتيجة سهو الشعودة من أحد قاربها حسب لما أفاد به زملائها عبر منشورات بموقع التواصل الاجتماعي إن أجبكم مهتوانا لا تنسوا الاشتراك على قناتنا على يوتيوب ليصلكم كل ما هو جديد في هذا الخبر الله يشفيها ويعني ترجع لعائلتها بكل صحة وعافية والله يرحم جميع المسلمين يعني ذلك الكارثة صراحة لوقات في مدينة قليمة الحوز مراكوش والنواحي والله يصبر لها إلى الدلوم أدمك